الموصل عاصمة محافظة نينوى سقطت في مثل هذه الأيام قبل عامين بيد تنظيم داعش فمن كان المسؤول عن ذلك السقوط ولماذا لم يحاسب حتى اليوم؟ مزيد من التفاصيل تتابعونها في هذا التقرير شكل سقوط مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى بيد تنظيم داعش حدثاً مدوياً يتردد صداه في سماء العراق كلما مر الذكر العشر من حزيران وسط غموض وأسئلة بقيت حبيسة لجان التحقيق ولم يجب عنها أحد فكيف سقطت الموصل؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ كانت سيطرة تنظيم داعش على الموصل منعطفاً في الحياة السياسية والعسكرية في البلاد حيث استحوذ التنظيم بعد إحكامه السيطرة على المدينة على نصف مساحة العراق تقريباً بعد أن تمدد غرباً وشمالاً وأصبح على بعد كيلومترات قليلة من العاصمة بغداد التقارير الحكومية واللجان البرلمانية والعسكرية التي شكلت لفك ملابسات سقوط المدينة خرجت بعد أشهر لتتهم 36 شخصية بالتسبب في سقوط الموصل كان أبرزها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والقائم بأعمال وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي أحيلت توصيات التقارير الحكومية إلى القضاء لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة بحقهم لكن أحداً لم يسمع بهذه القرارات أو التوصيات حتى اليوم على الرغم من الأسباب والمسببات التي ساقها المختصون حول سقوط الموصل والتي تراوحت بين الأوامر العليا التي لم يعرف مصدرها حتى الساعة والنقص الشديد في عدد الجنود الذي كانوا في المدينة وتخاذوا لبعض القادة في إدارة المعركة بأن الحقيقة تشير إلى أن سياسة تعزيز الفشل والبناء الطائفي للجيش عوامل ساعدت على انهيار القوات التي قدر عددها بالآلاف أمام بضع مئات من عناصر التنظيم وفق المحليين اليوم وبعد عامين من سقوط ثاني أكبر مدن العراق بيد تنظيم داعش ورغم عظم الأمر وتداعياته فإن أحداً لم يحاسب من الذي أشارت لهم أصابع الاتهام وذكرتهم تقارير الحكومة وعشرات اللجان التي خصصت لذلك وما يزال السؤال هو السؤال كيف سقطت الموصل؟ ومن هو المسؤول؟